المارد الأخضر يبحث عن التاريخ على ملعب الجوهرة وعيسى التورك مدرب غزاة الشمال في ضيافة أكسرا تايم يسعد هالمساء وأهلا ومرحبا بكم في هذه الصهرة الرياضية هذه الحلقة الجديدة من أكسرا تايم مع رؤية مواضية عديدة اليوم نتحدث فيها والأهم اللقاء الكبير الذي سيجمع الوحدات ممثل كرة القدم الأردنية في دور المجموعات من بطولة دور أبطال آسيا بمواجهة أكيد مواجهة قوية جدا مع الفرقاء السعودية ستكون مع الاتحاد وإن شاء الله كل أمنيات التوفيق لفريق الوحدات نجوم فريق الوحدات الكادر الفني والإداري لفريق الوحدات وأيضا جماهير كرة القدم الأردنية الوفية التي ستقف خلف الوحدات في هذه المهمة الوطنية كل التوفيق وكل الترحيب بكل الناس اللي عم بتواصلوا معنا وعم ببعثونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد أيضا صفحتنا على الفيسبوك رؤية سبورت سيسعد مساء الكل إن شاء الله تكون أموركم تمام وإن شاء الله تنبسطوا معنا بحلقتنا اليوم وحديثنا عن الوحدات وهذه هي المواجهة المرتقبة والكبيرة بضيافة النجم المحلل القدير الكبتن رأفات العلمي بضيافتنا اليوم الله يسعد المساء يا كبتن الله مسك الخير طارق الأخوان المشاهدين كيف أمورك؟ تمام طولت علينا الغابة يا كبتن أنا دائما بتشرف وإحنا بنتشرف فيك طبعا بينكم مبسطين معاك راح نبلش حلقتنا لليوم بسؤال شارك سؤالنا طبعا راح يكون عن توقعاتكم لمباراة الوحدات مع الاتحاد السعودي الإجابة الأولى فوز الوحدات الإجابة الثانية فوز الاتحاد بانتظار جميع المشاهدين وجميع الأصدقاء اللي عم بتابعونا وعم بتواصلوا معنا إنهم يصوتوا معنا على هذا السؤال وتوقعاتكم لنتيجة المباراة وأيضا هذا الكلام يكون عبر تطبيق رؤية والسؤال شارك الخاص بإكستراتايم التصويت مستمر حتى نهاية هذه الحلقة إذن بدنا كل الأصدقاء اللي عم بتابعونا بتواصلوا معنا إنهم يصوتوا معنا حتى نشوف أراءهم في هذا الموضوع راح نبلش حلقتنا لليوم بالتقرير عن هذه المواجهة بنشوفه وبنكمل مع ضيفنا النجم رأفلات علامي خليكم معنا شد الرائح وعليها يا وحداتي لوح بيها شد الرائح وعليها يا وحداتي لوح بيها لا تنفيني ولا تنفيني إلا لما تنفيني يا غار سيل الأم eurosك والغار سيل الأمان يسمن قشنا القرآن أرسك وبني الوحداتي للحفر ودي 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 وبني ودي بيof ودي вотي ودي ودي وبني ودي ودي وحداتي لمانتنا خضر رايقش اليابس والأخضر المستحيل ليس وحداتيا هذا الشعار الذي سيرفعه الفريق في لقائه المصيري أمام اتحاد جدة السعودي خلال الدور التمهيد المؤهل لدور أبطال آسيا لكرة القدم المارد الأخضر يعول على فتح صفحة جديدة لمواجهاته أمام الفرق السعودية حيث خاض الوحدات 15 مباراة حقق الفوز في واحدة فقط كانت أمام النصر في دور أبطال العرب بهدفين لهدف واحد وتعدل في لقاء آخرين وكانت الخسارة في 12 لقاء يدرك المدير الفني للفريق رائد عساف صعوبة المهمة وهو يواجه أحد عمالقة الكرة الأسيوية في ملعب الجوهرة ويضم في صفوفه نجوما مميزة كالغاني مونتاري والفنزويلي ريفوس وفهد المولد وصانع الألعاب سان مارتين خلال المؤتمر الصحفي أكد عساف أن الوحدات يسعى لأن يظهر بمظهر مشرف لتمثيل الكرة الأردنية بمستوى يليق بها مؤكدا أن كلمة الفصل في اللقاء ستكون على أرضية الملعب فقط وأن مؤذرة الجماهير للفريق في الملعب ستكون حافزا قويا لتقديم المطلوب من الجميع في حين تعلق جماهير الكتيبة الخضراء آمالها على تألق الحارس عمر شفيع الذي تخشاه الجماهير الاتحادية حيث عبرت عن خوفها من تألق شفيع مما قد يحرم فريقهم من الفوز كما تعلق أمالها على أن يخلق نجوم الفريق ثغارات في دفاع العميد قادرة على حسم اللقاء بقيادة عمر ذيب وأحمد هشام وأحمد الياس والحاج مالك جماهير الوحدات ستكون حاضرة لمؤذرة فريقها في ملعب الجوهرة وتنتظر أن يكون الوحدات في جدة غير ويحقق إنجازا تاريخيا بأن يكون أول فريق يمثل الأردن في دور أبطال آسيا إذن كل التوفيق لفريق الوحدات في هذه المواجهة المرتقبة مواجهة صعبة لكن ليست مستحيلة كل أمنيات التوفيق من القلب للوحدات في هذا اللقاء ممثل كرة القدم الأردنية في دور المجموعات زي ما حكينا بيستهل أنه الكل يوقف معه وكل الدعوات تكون موجهة إلوه لتحقيق الفوز وأيضا دخول معترك دور أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ المشاركات كل التوفيق لنجوم الوحدات قدها إن شاء الله وأيضا نستنى أنهم يفرحوا جماهير كرة القدم الأردنية هذه الجماهير التي كما عودتنا ستلتف خلف الفريق خلال هذه المواجهة سواء بالمتابعة خلف الشاشات أو يقدروا يحصلوا على تذاكر يدخلوا على هذه المباراة ويكونوا خلف فريق الوحدات وأيضا سواء بالدعوات لطبعا تكون مهمة الوحدات وتمضي بألف خير كل الفرق الأردنية لها المحبة والتقدير والإحترام وبالانتظار طبعا تحقيق إن شاء الله الفوز في هذه المباراة كابتن رأفة يستعد مساكم جديد لقاء تاريخي مرتقب وأيضا له ألف حساب فريق الاتحاد طبعا عالمي وكرة القدم ما فيها شيء مستحيل أكيد طارق يعني زي ما تفضلت حضرتك بالمقدمة المباراة صعبة صعبة لأنه يعني سبب صعوبة المباراة أولا سببين نوعية المباراة ونوعية الخصم نوعية المباراة أنت بتلعب مباراة خروج مغلوب مباراة واحدة على أرض الخصم وهنا أنا إلي تعليق دايما يعني عن الاتحاد اللاسهوي وطريقة إدارته لأمور كرة القدم في القارة يعني مبدأ تكافؤ الفرص أهم مبدأ في كرة القدم هذا دايما الاتحاد اللاسهوي له استثناءات خاصة فيه بتشوف مباراة واحدة هذا يعني عدم تكافؤ الفرص صحيح ولا يشجع على انتشار اللابي يعني الاتحاد الأوروبي منشوف كأس أبطال أوروبا الأهم من كأس أبطال آسيا كل الفرق بتلعب ذهاب وإياب الدور التمهيدي الهدف نشر الكرة ومساعدة الفرق اللي خلينا نحكي حتى تنتشر الكرة عشان هيك منشوف كأس أمم أوروبا السنة اللي جاي بالصيف القادر نحنشوف ألبانيا رحنشوف هنغاريا رحنشوف ويلز بالمقابل الاتحاد الآسوي اختراعات كالعادة مباراة من مرحلة واحدة وفيه أرض يعني شو المعايير أنا مش عارف الكرة الأردنية والأندي الأردنية تحديداً ظلم كبير عليها والأهم أنه مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود ونشر اللعبة ما بيساعد على نشر اللعبة وبالمقابل بيجيب لك قوانين التصفيات المزدوجة كأس آسيا وكأس العالم التجربة فاشلة في إفريقيا تخلوا عنها إحنا جبناها فبالتالي أنا برأيي الاتحاد الآسوي يحتاج لإدارة بطريقة أفضل لكرة القدم لأنه كرة القدم تحتاج إلى عقليات أفضل من هذه العقلية هذه الصعوبة الأولى نوعية المباراة أنك تلعب على أرض خصم خروج مغلوب من مرة واحدة فأمامك فرصة واحدة اللي هي الفوز والمشكلة أنه نخصم نوعية الخصم نوعية الخصم كلنا منعرف وكل تناول هذا الموضوع الاتحاد السعودي من أفضل الفرق بالسعودي ومن أفضل الفرق في الوطن العربي الدور السعودي من أقوى الدوريات العربية الدوري شغال الفريق لديه عناصر أدوات محترفين على أعلى مستوى لديه مدرب من أفضل مدربين على مستوى أوروبا حتى في توركا كان مدرب منتخب رومانيا لسنوات طويلة اللاعبين المحترفين اللذكرتهم بالتقرير كلهم لاعبين ممتازين ولكن كل هذا الكلام أنا دائما بحكي في كرة القدم خلال 90 دقيقة ممكن يحدث كل شيء الاتحاد فريق كبير الوحدات فريق كبير الاتحاد عنده نجوم الوحدات عنده نجوم لاعبين الوحدات هم عماد المنتخب الوطني ومنتخبنا الوطني إن شامل كل بعرف المستوى اللي وسطته الكرة الأردنية وبصراحة اللاعب الأردنية عودنا دائما في المباريات الكبيرة بيطلع أقصى إمكانيات أنا متأكد أنه بكرة سنشوف نجوم في الملعب لاعبين الوحدات بمختلف كل اللاعبين الموجودين كلهم عناصر عندها في عناصر خبرة حتى الشاب أصبح لديها خبرة اللاعبين الليعبوا بالمنتخب الألومبي من فترة بسيطة يعني شرفونا وقدموا أداء أما منتخب أستراليا أما منتخب كوريا الجنوبية فأنا برأيي اللاعب الأردني لاعب الروح أحياناً بتعوض فارق الإمكانيات الفنية طبعاً كرة القدم فيها مبادئ أسس ما فيه اثنين بيختلفوا عليها الخصم قوي فريق جماهيري ولكن الخصم مش كامل في كرة القدم الجهاز الفني لفريق الوحدات الكبتر رائد عساف أنا متأكد أنه قارئ الخصم بشكل جيد عنده نقاط إيجابية كثير وبنفس الوقت عنده نقاط سلبية ممكن يلعب عليها المباراة زي ما برجع بأكرر دائماً خلال تسعين دقيقة ممكن يحدث أي شيء أتمنى التوفيق مهم جداً في هذا النوع من المباريات أتمنى يكون التوفيق حليف فريق الوحدات في مباراة الغد وأن ظروف المباراة تخدم الوحدات وبالنهاية زي ما حكيت لك تسعين دقيقة لاعبين الوحدات متعودين يلعبوا المباراة الجماهيرية أكيد الجهاز الفني للوحدات في ذهنه فنياً الأسلوب والطريقة الأمثل اللي بديواجه فيها فريق الاتحاد وأنا بتوقع أنه راح نشوف مباراة لأني برجع بعيد الاتحاد فريق كبير ولكن في سنة الوحدات فريق كبير فهي مباراة بين كبيرين أتمنى أن ظروف المباراة تخدم الوحدات ويكون التوفيق حليف طيب كبتر رافض قبل ما ندخل بالتفاصيل ونحكي أكثر عن حيثيات هذا اللقاء بشكل عام كيف من المتوقع أنه يدخل الوحدات لمواجهة الاتحاد على أرضه وبين جماهيرهم نرى طارق المباراة لكل حكى فيها يعني بصراحة المباراة ذهنية بالنسبة للوحدات من الدرجة الأولى حتى نكون منطقيين فنياً الوحدات غير جاهز لأنه مدرب جديد الفترة اللي قضوها مع الفريق يعني أنا ما أعتقد لا الكابتن رائد عساف وبصراحة يعني من أصعب الظروف اللي مر فيها مدرب بالوحدات خصم قوي فترة غير مناسبة يعني ما أخذ وقته الكافي حتى اللاعبين ولسوء حظه يعني أنا برأي الرجل يعني أنا بحس أنه الكابتن رائد مش محظوظ فيه مدربين مش محظوظين يعني إصابة الإصابات اللي عصابة محمد الباشا يعني لاعب مهم في خط الدفاع إصابة عبدالله ديب المحترفين اللي تحقوا بفترة متأخرة ففنياً الفريق فيه مشاكل فيه صعوبات خلينا نحكي والكابتن رائد عصاب هو أي مدرب أخر ما معوصل سحرية بأسبوع أو بعشر أيام الحل الوحيد أمام الكابتن رائد عصاب يعني المحاولة وأنا متأكد أنه هذا اللي عم بيسوي فيه الروح الذهني المباراة ذهنية من الدرجة الأولى بالنسبة للوحدات الشوط الأول كلمة السر في المباراة إذا استطاع الوحدات امتصاص فريق الاتحاد خلينا نحكي المباراة شوطين أكيد ولكن الشوط الأول مهم اللاعبين بيثبتوا أقدامهم أكثر العامل الذهني عامل جدا مهم في هذه المباراة الجاهزية الفنية واللاعبين مهاريين اللاعبين لوحدات يبقى عمل اللي هو دور اللاعبين في الملعب أنا برأيي المباراة الدور الأكبر على اللاعبين بكل صراحة أتمنى أن اللاعبين يظهروا كل طاقاتهم لأن هذه الفرصة بصراحة لن تتكرر كثيرا هذه فرصة لللاعبين حتى يظهروا إمكانياتهم فرصة أنه يلعب للنادي ويلعب لإسمه لأنه كل الناس عم تتفرج عليك الأندي من حقه اللاعب يحترف يطمح للأفضل بتشوفك في هذه المباراة مش رح يجيشوفوك يعني على الأغلب بالدور المحلي يعني اليوم أنا إذا بدي أحكم على صالح راتب بحكم عليه أمام الاتحاد السعودي إذا بدي أحكم على بها فيصل بحكم عليه أمام الاتحاد السعودي إذا بدي أحكم على أي لاعب من الموجود كلهم نجوم بحكم عليه في هذه المباراة فهذه فرصة هم محظوظين اللاعبين أنهم يلعبوا هيك مباراة الكل براقبهم والكل بتطلع عليهم وأنا بتمنى لأنه عندهم الإمكانيات أهم شيء الروح العالي وقوة الشخصية يلعبوا بثقة يدخلوا عندهم ثقة بإمكانياتهم ما يكون تأثير لأنه رهم يشوفوا شوف نقطة مهمة ذهنيا لعب الوحدات محليا متعود دائماً للجمهور معه صحيح فريق جماهيري الآن الصورة بده يكون ذهنياً قادر هو يتقبل أنه يلعب والجمهور مش معه يعني خمسين ألف ستين ألف رح يكونوا معه هنا قوة الشخصية الرجولة قوة الشخصية العقلية القوة الذهنية هنا معايير الحكم على اللاعب يعني الفرق اللي بلا تشوف اللاعب يتشوف اللاعب في هذه المباريات أتمنى أن الفريق يتوفقوا اللاعبين يأدوا أداء رجول يظهروا كل الإمكان يا رب طبعاً كلنا ثقة بالجهازة الفنية لفريق الوحدات الجهازة الإدارية نجوم الفريق جماهير الفريق المتواجدة أيضاً في السعودية ستكون حاضرة على ملعب الجوهرة كل التوفيق لفريق الوحدات في هذا اللقاء حتى نعرف أكثر تفاصيل عن آخر تحضرات الفريق ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن رائد عسافة المدير الفني للفريق الله يسعد مساكك كابتن مساكك ويعطيك ألف عافية والله قويك إن شاء الله الله خليك تسكن عمير كابتن يعني آخر تحضرات الاستعدادات للفريق لها المواجهة الأوضاع عندكو يعني الترتيبات يريد تتخبرنا والله أولي شي الحمد لله رب العالمين أهم شي إنه معنويات اللعبين على أعلى مستوى واستعداداتنا الحمد لله رب العالمين في دماريننا كانت على قدم وصاق وحطينا مبارح التفتيك النهائي بالنسبة لهم واللاعبين للأمانة عندهم استعدادتها ومعنوية وروح عالي جدا جدا لمثل الكرة الغردنية على أحسر ترتيب نعم كابتن أيضا يعني وضع الفريق بشكل عام التفاف الجماهير أيضا في السعودية عندكم أيضا خلف الفريق كيف كان لها الأثار وضع اللاعبين من حيث يعني فيه إصابات الكل جاهزة يعني الوضع بشكل عام والله والله الحمد لله رب العالمين تارك الجمهور هو لاعب مواحد بالنسبة للفريق حتى كان استقبالهم أعطى حافز كبير بالمطار بأول وصولنا لجدة فكان هذا حافز كبير بالنسبة لللاعبين جدا جدا وعطاهم معنويات كبيرة فكان للأمان حتى في الفندق وحتى حوالين الفندق جماهير اللحدات في عدد كبيرة حتى الجماهير السعودية تفاجأت وعدد كبير بالنسبة لجمهور اللحدات المتواجد حتى في التمارين فالحمد لله هذا بعض حافز كبير لللاعبين على إنهم يقدموا مباراة تليق في اسم وسمعة نادي اللحدات يا رب إن شاء الله يا كابتن طبعا الكابتن رافت العلامي موجود معنا في الستوديو بيسلم عليك وبيحكي لك كل التوفيق إن شاء الله وإنتوا قدها وقدود وتحققوا المطلوب من هذا اللقاء طبعا لا إن شاء الله زي ما حكيت لك معنويات اللاعبين للأمانة اللي لحظتها معنويات عالية جدا وحتى عندهم إسرار وتصميم كل اللاعب إنه يثبت وجوده في هاي الإمباراة تعرف الإمباراة من السهلة الإمباراة رايح ضرها ستين ألف متفرج وكل اللاعب بدون يكون مسؤول في هاي الإمباراة وإن شاء الله رب العالمين إن شاء الله نوعد الجمهور إنه نقدم عرض يليق بكرة القدم الأردنية وإحنا حكينا دائما في عشر سنوات تطورت كرة القدم الأردنية والوحدات ممثلة عن كرة القدم الأردنية وإن شاء الله منروح وجمهورنا مبسوط لنا إن شاء الله كل التوفيق كابتن ويعطيكم ألف عافية كل الشكر إليك على هالة المشاركة طبعا المعنويات إن شاء الله عالية الوضع الفريق تمام التفاف الجمهير أيضا ممتاز كما تحدث الكابتن رائد يعني شوف أنا تبعد تصريح الكابتن رائد حتى في المؤتمر الصحفي كان تصريحه منطقي يعني أظهر إنه الفريق عنده العزيمة وإنه كان حسب تصريحه اللي حكاه إنه أنا قادم الفريق قادم من أجل التأهل أنا برجع أأكد لك الاتحاد فريق كبير والوحدات في نفس الوقت فريق كبير هاي المهمة تكون في ذهن اللاعبين الوحدات فريق له تاريخه اللاعبين الوحدات هم عماد المنتخب الوطني والكرة الأردنية أظهر التفوق في آخر عشر سنوات الكل أكثر من عشر سنوات حتى نعم الكل بحسب حسابها المفروض الوحدات يكون أنا بتوقع الوحدات يكون ممثل جيد للكرة الأردنية بشكل عام والكابتن رائد عساف يعني بصراحة من خلال الكلام واضح يعني أنا بتمنى بتمنى العامل الذهني مهم فيها خصوصا في بداية المباراة يعني إذا اللاعبين استطاعوا يمتصوا أول نصف ساعة من المباراة أنا بتوقع الاتحاد ممكن فنيا نحكي فيه عنده مشاكل زي ما عنده نقاط طيب أيضا من الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا وبيبعتونا دايما صديقة لبرامج أرياضة على رؤية منذ بداية وانطلاق رؤية إلى الآن رندال وحدتية سعد مساكي دايما كانت بعتنا الشغلات وأنا ما كن شايفها مش قادر أنه أقرأها لكن اليوم وعدتها بعتت يعني كلام هيك صغير عن هال مباراة وهو كبير بمعنى وحجمه فوعدت أني أقرأه وأكيد يرند حقك علينا عفوا بتحكي قبل لقاء الاتحاد إن فجد فهي عادتك ولو خسرت فشيم الأبطال شيمك ولو أسعدتنا فليس بالجديد عليك ولو أحزنتنا نتشرف بالانتماء إليك كنا وراءك في كبواتك فهديت لنا الانتصارات وصرت مصدر السعادة في قلوبنا وأكثر ما نتمناه في حياتنا إذن كان هذا الكلام من رندة وإحنا وعدناك أنه نقرأه على الهوى وإن شاء الله تكوني سمعتي وبحكي أنه خلال الأيام الماضية والحلقات الماضية كنت تتواصلي معنا وما كنا نشوف حقك علينا واليوم إن شاء الله أنك تكوني مبسوطة لأنه إحنا قرأنا المشاركة التي طلبتها والتي حكيتي عنها قبل مباراة الوحدات أنه لازم تحكيها فهنا قرأناها وتحياتنا إليك تحياتنا لكل الجماهير من كل الألوان طبعا في بلدنا الحبيب وأنديتنا الحبيبة اليوم المواجهة الحديثة عن هذه المواجهة لذلك سيكون طبعا التركيز على هذا الموضوع ننتقل للاتحاد السعودي وأوراق الاتحاد السعودي في التقرير التالي منافس قوي ينتظر الوحدات في مواجهته ضمن الدور التمهيدي من دور أبطال آسيا وهو نادي الاتحاد الذي يعتبر عميد الأندية السعودية وأحد فرق المقدمة في الدور السعودي الذي يعتبر الأقوى على مستوى الوطن العربي ملعب الجوهر الذي تم تجشينه منذ فترة ليست بالبعيدة ينتظر جماهير العميد كما هي العادة لمؤزرة فريقهم في مهمته الآسيوية التي يطمح فيها الاتحاديون للعودة إلى الواجهة القارية حيث تزين خزائنهم بطولتان لدور أبطال آسيا في موسمي 2004 و2005 نمور السعودية كما تلقب يقودها المدير الفني الروماني فيكتور بيتوركا ويعتمد على خبرة لاعبه في المباريات المصيرية حيث يضم الفريق لاعبين مميزين كنجم الوسط سولي مونتاري والفنزويلي ريفاس في حين يعتمد الفريق على مهارة صانع الألعاب المميز ويبرز بالفريق اللاعبين المحليين فهد المولد والمهاجم عبدالفتاح العسيري بيتوركا خلال مؤتمره الصحفي أكد أنه واثق من تأهل فريقه إلى دور أبطال آسيا دون التقليل من قوة منافسه الوحدات نشيرا إلى أن مباراة الغد ستكون بداية عودة الاتحاد إلى الساحة الآسيوية التي يملك بها تاريخا حافلا بالإنجازات لاعب الاتحاد يعولون على جمهورهم الكبير الذي يعتبر رقم واحد في المملكة العربية السعودية من حيث الحضور الجماهيري وعلى اللعب في أرضية ملعب الجوهرة الذي يعتبر تحفة فنية قل نثيلها في منطقتنا العربية كابتن طبعا قراءة صغيرة لأوراق الاتحاد فريق قوي جدا وتحدثنا عن هذا الموضوع طبعا نحن نرى الاتحاد السعودي طارق من أفضل الفرق في الدور السعودي حاليا مروا بمرحة ليه كان عندهم أزمة صار عندهم استقرار استقدم مدرب زي ما حكينا من أفضل المدربين الاتحاد قوته طارق وين الاتحاد السعودي في الدور السعودي حالي المركز الثالث مسجل 35 هدف أكثر فريق مسجل أهداف بعد الهلال فريق هجوبي أنا بتابع مباريات الدور السعودي فريق عنده ميزة فريق بلعب بهاجم بستة وسبع لاعبين بمارس أسلوب الضغط في أرض الخصم فريق كارثة إذا بتلعب معه وتعطيه مساحات عنده لاعبين بلعبه كمجموعة بشكل ممتاز الاتحاد فريق في كل مباريات ونتائجه بفوص خمسة ثلاث بفوص ثلاثة اثنين بتعادل ثلاث ثلاث من نادر ما يكون فيه يعني فريق قادر يسجل بأي لحظة ولكن بنفس الوقت الاتحاد عنده مشكلة أنه رابع فريق أكثر فريق متلقي أهداف بالدور السعودي 21 هدف في منافسات الدور السعودي يعني بينه وبين فرق المؤخرة رابع فريق أكثر استقبالاً للأهداف هذا بعطيك مؤشر أنه الفريق هجومياً قوي دفاعياً سيء بمعنى كلمة سيء كرة القدم توازن هذا يعني الفريق جيد هجومياً فريق سيء دفاعي معناته الفريق غير متوازن الاتحاد أنا كل الحكي اللي بسمعه هذا أكيد كلام سريم ولكن مهمة الجهاز الفني لفريق الوحدات أمام الاتحاد اليوم المهم كيف بدي ألعب مع الاتحاد ما أدخل بمركب نقص بعقدة نقص أمام الاتحاد الاتحاد فريق قوي أكيد نرجع من كرر كل بعرف فريق جماهيري ولكن بنفس الوقت الاتحاد عنده مشاكل في كرة القدم فلسفة كرة القدم من هجوم مقابل الدفاع خصم مقابل خصم 90 دقيقة ممكن يحدث كل شيء المهم في المطلوب من الجهاز الفني لفريق الوحدات التفكير بأسلوب اللعب أهم من طريقة اللعب طيب أنت برأيك كيف الطريقة الأمثل يعني من نظرة تحليلية يعني نحن ما مندخل في الأمور الفنية من نظرة تحليلية كيف ممكن الوحدات يواجه الاتحاد وواجه الامتداد الهجومي اللي أنت عم تحكي عنه إنه قوي وبكثافة يسجد شوف أنا دائما بحكي المدربين أقرب لأنهم يعرفوا ظروف أكثر من خارج الصورة اللي أنا بهمني اليوم أمام الكابتر رايد عساف إنه وين منطقة في الأسلوب الدفاعي وين منطقة دفاعي أنا وين بدي أدافة هل بدي ألعب دفاع متأخر أمام فريق بإمكانيات الاتحاد هل بدي ألعب دفاع متقدم هاي الأمور لازم تكون في ذهن الكابتر رايد عساف إن المهم جدا أمام الاتحاد أول نقطة مهمة تكون الخطوط متقاربة فريق بلعب بمساحات الفريق اللي بلعب بمساحات لاجب أن تكون خطوطك متقاربة أنا برأيي الشخصي دفاع متأخر تسليم الملعب للاتحاد خطأ كبير من الخطأ أنه أنا أدافع مع الاتحاد 90 دقيقة وبنفس الوقت من الخطأ أني أنا ألعب دفاع متقدم لأنه ما عندي الأدوات اللي بتساعدني أني ألعب دفاع متقدم أنا بوجه نظري زي ما بحكي أكيد الكابتر رايد عساف أقدر مني وأدر مني بالأمور أنه أهم شيء إغلاق المناطق الخلفية تثبيت الرباع خط الدفاع والأهم تثبيت الظاهرين الظاهرين الاتحاد بلعب على الأطراف فريق بلعب بشغل الأطراف بشكل ممتاز بعملوا يعني دائما الأطراف فهد المولد أو عبد الرحمن الغامدي في أخبار مؤكدة أنه راح يغيب لعب مؤثر جداً راح يغيب عن المباراة بقطعوا من الجناح إلى العمق وبالتالي يسحب معه الظاهير ويصبح عملية زيادة من الأظهرة يتحولوا بعمل الأوفرلاب هاي راح نشوفها كثير الاتحاد بضغط في أرض الخصم ب20 متر على منطقة جزاء الخصم ببلش في حارة فقدان الكرة استخلاص الكرة الأهم من هذا الكلام عدم ترك مساحات الخطوط متقاربة تثبيت الرباع الخلف إغلاق الأطراف وفي نقطة كثير مهمة نقطة إيجابية عند فريق الاتحاد الكرات الثابتة كل ضربات الحرة المباشرة 70% من نسبة الدور السعودي 70% من كرات الثابتة الاتحاد أهداف عندهم القيمة الفنية المضافة لفريق الاتحاد لاعب الروماني رقم 29 سان مارتن هو اللي بيشغل الفريق هو القائد الفعلي للفريق لاعب على أعلى مستوى من أفضل المحترفين في الدور السعودي المهمة للاعبين وسط فريق الوحدات مراقبة هذا اللاعب إذا تم تحييت سان مارتن أو على الأقل أنه يكون دائما تحت الضغط أنا أتبقى على الاتحاد رح يخسر كثير من قوة الفنية المهم اليوم أنا برأيي مش طريق تباع بالمهم أنه أعمل زيادة عددية في خط الوصل كيف أحاول أعمل دائما أنه يكون في عندي زيادة عددية الاتحاد بيهاجمه فريق غير متوازن فريق بلعب بشكل هجومي ولكن دائما يعني بيهاجم ست سبع لاعبين رح نشوف عنده سان مارتن اللاعب اللي هو رقم 29 البرازيلي بالإضافة إلى منتاري بالإضافة إلى فهد المولد وبالإضافة إلى الغامد أنا بتوقع رحي عوضو عبد الفتاح عسيري بالإضافة إلى أظهر دائما بيكونوا بالحالة الهجومية يعني في عندهم بطء في الانتشار وفي التحول للحالة الدفاعية فبالتالي اليوم الوحدات الجهاز الفني المهمة الرئيسية فنيا أمام الجهاز الفني كيف يستطيع عمل زيادة عددية في خط الوسط يكون دائما حالة ثلاث لعبين مقابل اثنين ويستطيع عمل ذلك بتثبيت مثلا فادي عوض اللي أنا برأيه لعب ارتكاز مهم في هذه المباراة أحمد الياسن اللاعبين اللي ممكن يكون لهم دور على الدائرة مراقبة سان مارتين تحديدا أنا متأكد أنه هو القيم الفني المضافة لفريق الاتحاد وبالتالي عمل زيادة عددية هلا بالنسبة للحالة الهجومية الاتحاد يعاني دفاعيا وهذا واضح وهذا كلام معروف هلا كيف بدي ألعب كيف بدي يعني أنت فريق قوتو الهجومية من الخطأ أني أنا يعني أدافع ألعب دفاع متأخر لأنه أنا بدي ألعب بس على نقاط قوتو أنا لازم برضو أفكر ألعب على نقاط ضعفه الاتحاد عنده مشاكل دفاعية النقطة الأهم كل الأهداف اللي بتتسجل على الاتحاد دائما بدك لاعب يستلم خلف لاعبي الارتكاز وبين الأظهراء وقلب بين الدفاع هاي المنطقة دائما ما فيها تغطية يعني منطقة فاضية وفيها مساحات أمام الخصم اللي يلعب مع الاتحاد هذا يتطلب لاعب مواصفات يستطيع اللعب خلف التنقل بين الخطوط والاستلام أسفل الدائرة يستطيع يبني الهجمة ويعمل الباص في ظهر المدافعين بالأسماء الموجودة المتوفرة حاليا في نادة الحالة أنا دائما بحكي الأسماء المدرب أقدرة لأنه ممكن أنا طالب بلاعب يكون مش جاهز أنا برأيي أنه صالح راتب ممكن لعب هذا الدور ولكن قناعاتي أنه محمود شلباية وهذا ظهر أمام الأصالة أنا متوقع أنه ما رح تيجي فرص كثيرة للوحدات ولكن بهذه الطريقة هاي نموذج الهجم الممكن تلعبها مع الاتحاد لا يستطيع أنه يستلم الكرة خلف الارتكاز هاي المنطقة دائما في فراغ اللي هي خلف محاور الارتكاز وهي نقطة فنية مهمة الهيزون رقم 14 بسموها بكرة القدم إذا استطاع أنا برأيي محمود شلباي هو الأقدر على القيام بهذا الدور وعمل لعب الباص في ظهر المدافعين دائما في مساحات في دفاع الاتحاد أنا برأيي هل الكابتر الرائد عساف في ذهنه أنا متأكد أنه في ذهنه اختيار لاعب المناسب للقيام بهذه الهومة أما أنه لازم نكون مدركين لين تأتي فرص كثيرة يعني ما راح تيجي فرص كثيرة للوحدات استقلال الفرص عامل مهم والنقطة المهمة ننسى مباراة الأصالة لأنه الأداء اللي كان تظهر فيه الوحدات أمام الأصالة أنا برأيي أداء كارثي إذا كانت هاي الصورة بذور فيها مام الاتحاد أنا بتوقع نتيجة راح تكون لا سمح الله سيئة أنا متأكد أن الصورة تتغير المدافعين يجب أن يقوموا بدورهم المهاجمين عفوا يجب أن يقوم بدورهم الدفاعي الضغط على محاور الارتكاز منع بناء الهجمة من فريق الاتحاد الأهم أن الفريق اللعب كتلة واحدة أنا برأيي فنيا أن الوحدات قادر على الوقوف أمام الاتحاد رغم الفروقات الفنية سان مارتن لاعب رقم 29 بالشق الهجومي مهم جدا دائما مراقبة هذا اللاعب العمل على محاصرة هذا اللاعب عمل زيادة عددية في خط الوسط برأيي كلمة السبب إذا استطاع الوحدات توفير زيادة عددية في خط الوسط وسرعة التحول في بناء الهجمة قطع الكرة المهم استخلاص الكرة وسرعة التحول لأنه دائما عندهم مشاكل في الحالة الدفاعية في مساحات واللاعب الذي يستطيع خلف المهاجب أنا برأيي بالشق الهجومي مهم من اللاعب الذي خلف المهاجب أنا برأيي عامر ذيب بخبرته هذه المباراة تحتاج لائبين خبرة أنا أتمنى أن اللائبين يكونوا بيومهم عامر شفيع اللي إحنا دائماً بنحكي عامر شفيع يعني بالمباراة هاي إن شاء الله أنه يكون دائماً عامر شفيع بيومه ويتوفق في هذه المباراة لأنهم حاسبين حساب الوحدات يعني تصريح مدربهم اليوم بيحكي أن المباراة سهلة وأنا أحسنها تسعين دقيقة هذا تصريح مدربين عمل يعني يشتغل على العامل الذهني لا هو عامل حساب الوحدات بدليل أنه من شهر براقب الوحدات وبعث ناس حضر مباراة الوحدات هون وعارف أنه بلعب مع فريق كبير وعارف لاعبين الوحدات بالإسم يعني أنا بعرف أنه متبع لفريق الوحدات بشكل جيد فبالتالي نصف ساعة الأولة والشوط الأول مهم لتثبيت أقدام اللاعبين وتحييد الجمهور إذا أنا برأيي إذا الشوط الأول انتهى بدون أن الوحدات يطلقوا أهداف الوحدات يقطع شوط كبير المباراة ما شاء الله أنا ككابتن طارق الموضوع بشكل كبير جدا طارق بكل أمانة بكل صراحة أنا كابتن رائد عساف بكل صراحة أنا متأكد أنه أنا بصدفة التقيت فيه بقطر يعني مع أحد أصدقاء المدربين وكان فيه حديث عن فريق الاتحاد دل أمان الرجل عارف فريق الاتحاد بالتفصيل المملع وعارف الطريقة اللي لازم يلعب فيها مع الاتحاد اليوم المباراة ليش بحكي لك أنا دور اللاعبين مهم يعني أنا كمدرب ممكن أنا أحكي لها اللاعب لكن التطبيق هو المهم المباراة تحتاج إلى قوة شخصية تحتاج إلى الروح العالي لنعرفها على اللاعبين الرجولة بالمعنى الحرفي لكلمة رجولة وفرصة لللاعب والنادي يظهر إمكانيات صحيح أيضا من المشاركات لأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك رويا سبورت عنا أبو أزهر محمود الجزاوي سعد مساك كل التوفيق للوحدات أحمد القيامي سعد مساك شكرا لمشاركاتك الدائمة كل الدعم والتأييد للوحدات من جماهير الرمثة في جرش وأيضا سيف عمر الكيال يسعد مساك بحكي بتمنى فوز الوحدات على الاتحاد بالثلاثة ومحمد السلايمة ما هي أفضل تشكيلة ممكن أن يلعب فيها الوحدات وأيضا بدر خالد عم بحكي مساء الخير كابتن الوحدات قدها ما فيه إشي مستحيل ناصر الزعبي صديقنا وصديق البرنامج المغترب بالسعودية عم بحكي كابتن يعني اشتريت التذكرة بس عرفوا أني أردني رفعوا سعرها ليش هيك؟ مع ذلك أنا رمثاوي واشتريت حتى أشجع الوحدات كل الشكر إلى كل جماهيرنا الأردنية اللي واقف مع الوحدات في هالمواجهة محمد الحويطي بتوقع للوحدات إذا سكر المساحات قتل الوقت وذهب إلى الترجيع الترجيح لعبين الاتحاد مهاريين يجب إغلاق المساحات والتوفيق للأخضر محمد الخوالدي سعد مساك بسلم عليك يا كابتن محمد علامة بالتوفيق للوحدات إن شاء الله بيمثل بلدنا خير تمثيل وأيضا السقار كل توفيق لفريق الوحدات رمثاوي وأفتخر فارس الخلايفي سعد مساك عم بحكي إن شاء الله الوحدات بيكون قدها وقدود وأيضا محمد الفراية يسعد مساك محمد كل الشكر لمشاركاتك وأيضا تواصلك الدائم معنا وبحكي كل التوفيق للوحدات والسد المنيع الحوت عامر شفيع محمد سعد كل التوفيق للمارد الأخضر إن شاء الله الفوز حليفهم وتحية خاصة لأحلى جمهور بالعالم والله بترفعوا الراس وأحمد عماوي بحكي لك من فضلك كابتن مين أفضل العبراس حرب في هاي المباراة شوف دائما أنا بحكي الأسماء المدرب أخضر على تحديد الأسماء لأنه إحنا من بره نشوف إشي المدرب أقرب لأنه ممكن نطالب بلاعب ما يكون بحالته الذهنية ما يكون بحالته البدنية اللاعبين الكلهم الموجودين كلهم لعبين ممتازين كلهم نجوم أنا برأيي المباراة تحتاج إلى عنصر الخبرة مهم أنا برأيي أغلب اللاعبين كل العشرين لاعب الموجودين اللي ذهبوا مع الفريق كلهم نجوم بلا استثناء أنا متأكد أي لاعب ينزل المهم أنه يلتزم يلعب بقوة شخصية يلعب بروح عالي والأهم الثقة بالنفس يلعب احترام الخصم مهم ولكن يجب أن نلعب على إمكانياتنا ويجب أن نقدم ما يليق باسمنا وباسم الكرة الأردنية أنا برأيي المباراة صعبة ولكن الأمور الفنية فريق يجب أن دائما مهم عمل زيادة عددية كلمة السر في خط الوسط نتجنب حالة لاعب ضد لاعب فريق سرعات فنحاول قدر الإمكان تكون حالة لاعب ضد لاعب في أي وقت من الأوقات التزام ظاهرين الجنب بمهامهم واجباتهم المدافعين عدم ارتكاب أخطاء مهمة جدا عدم ارتكاب أخطاء قرب منطقة الجزاء كل اللاعبين ممتازين أي لاعب ينزل أنا متأكد بكرة سنشوف نجوم أي لاعب بغض النظر عن الإسم يا رب أيضا صديقنا محمد دباجي من قطر بحكي التوفيق للوحدات كل شكر لمشاركتك وأيضا الجزاوي ويوسف السراوي سعد مساك مشرف حرب حبيب القلب بلال الزواهر عشق كل الأصدقاء وسارة الوحدة كل الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا إن شاء الله تكونوا دائما معنا على المتابعة وتكونوا مبسوطين في طبعا هذه الحلقات والمواضيع اللي بنترحها ومشاركاتكم الدائمة الجميلة معنا خلونا نريح شوي رح لفقارتنا الأسبوعية نجم الأسبوع نشوف نجمنا ونرجع لعب نادي الرياضي والمنتخب الوطني بلش مسيرته مع نادي الوحدات بعمر 15 سنة قبل ما يحترف مع نادي الجلاء السوري بعمر 17 سنة لعب مع أندية الأرينا زين الأرتدوكسي التطبيقية مدارس الاتحاد وأخيرا استقر في نادي الرياضي من أهم الإنجازات اللي حققها بطولة دور كرة السلة مع نادي زين بطولة الفئات العمرية مع الوحدات نهائيات أسيا 2011 الملحق العالمي 2012 في فنزويلا بالإضافة لأفضل لعب جناح في 2002 خلدون أبو رقية نجمنا لها الأسبوع خلدون أبو رقية بكلمتين لعب كرة السلة أنت وكرة السلة عشق حبك لكرة السلة بلش بأي عمر 14 كرة السلة مهنة أم شغف هي بلشت شغف بعدين مع الاحتراف صارت لي فريق بتشجعه بالن بي اي ليكرز طموحك بعد الاعتزال بيزنس مين أحلى مباراة لعبتها نصف نهائي 2011 آسيا مع منتخب إيراني شعورك لما تفوز بأي مباراة فرحي كبير أحلى كلمة سمعتها كلاعب سوبرمان كرة السلة أكتر شخص أنت ممتن إله الإعلامي حسن بركات أكتر سؤال بتنسأله تلعب سلة ميزة معينة إليك كلاعب كرة سلة ارتقاء العالي لو ما لعبت كرة سلة شو الرياضة اللي بتختارها كرة طائرة خطتك المستقبلية صاحب شركة حلم لسه ما حققته بطولة آسيا العنصر المهم للنجاح بالنسبة إليك العمل المتواصل مستقبل كرة السلة في الأردن دلين عاش هوايتك بعيد عن الرياضة إليكترونيكس فيلمة أخيرة ثانكي رؤية إذن كابتن خلدون أبرقية إن شاء الله دائماً تظلك متألق كالعادة وأيضاً كنوا مبسوطين إننا شفناك اليوم ما شاء الله عن لعبك شو بجنن الله يعطيك الصحة وظل لك متألق دائماً طبعاً راح نكمل فقراتنا لليوم وأحاديثنا الرياضية وأيضاً كلنا نتحدث قبل الفقرة عن المواجهة المرتقبة بين الوحدات والإتحاد السعودي قرأنا العديد من المشاركات أيضاً أنور قاسم المشجع الفيصلاوي بحكي كل توفيق لممثل الوطن في هذه البطولة رشيد الخلايل أيضاً بحكي أنا في صلاوي لكن بتمنى الفوز لممثل الوطن الوحدات في دور المجموعات من أهل البطولة العديد من المشاركات عثمان السعودي وأيضاً يعني كل ومراد الجريري كل الأصدقاء اللي عم بتواصلوا معنا إن شاء الله يعني قد ما بقدر عم بحكي أسماء ومشاركات كل الشكر لكم كل الشكر للزخم اللي بتعطونا إياه في الحلقات من خلال مشاركاتكم ومشاركاتكم الدائمة كل يوم في أكستراتين تحياتنا لكم ومحبة كبيرة من القلب كابتن رأفت تحدثنا عن العديد من الأمور أيضاً يعني كلمة نهية في هذا الموضوع يعني زي ما تفضلت حضرتك طار وكل الجماهير يعني هاي حالة صحية ممتازة يعني شايفين جماهير الفيصلي جماهير الرمثة لأنه اليوم الوحدات بمثل الكرة الأردنية انتصار الوحدات رح نعود بالفائد على الكرة الأردنية أنا بتمنى التوفيق للوحدات ما بدنا نضغط اللاعبين أهم شيء أنهم يقدموا إمكانياتهم في الملعب كرة القدم ما فيها شيء مستحيل الاتحاد السعودي فريق 11 لاعب وإحنا 11 لاعب برجة بعيدها الاتحاد فريق كبير ووحدات فريق كبير رغم صعوبة المباراة إلا أن الروح العالية والعزيمة حين تتغلب على الفوارق وإن شاء الله أن الوحدات يكون يتأهل ويكتب يعني أنا أتأكد بتكون تاريخ جديد في تاريخ الوحدات كنادي للكرة الأردنية يا رب الله يصبع منك كابتن نشوف نتاج الأولية من سؤال شارك لهذه الليلة السؤال بحكي توقعاتكم لنتيجة مباراة الوحدات والاتحاد الإجابة الأولى فوز الوحدات وصلت النسبة فيها إلى 70% فوز الاتحاد 30% تصويت مستمر حتى نهاية هذه الحلقة عبر تطبيق رؤية سؤال شارك الخاص بإكسوتيم يعني الحمد لله في ثقة من الجمهور أكيد يعني هذه تعطي تلقي مسؤولية على عاطق اللاعبين يعني الجمهور عم بثق فيك 70% أمام الاتحاد أنا دائما بحكي بحبش أزيد سقف التوقعات عشان ما تصير خيبة أمل الفريق صعب المباراة صعبة اللاعبين إذا فازوا إنجاز إذا قدموا أداء مشرف بيكون نجاح لهم المهمة تكون الصورة ممتازة إذا فازوا أنا برأيي إنجاز اللاعبين والجهاز الفني أتمنى أنه ما يخذروا هاي الجمهور الكبيرة نعم كابتن كل الشكر إليك على كلامك الرائع اليوم وأيضا يعني الدراسة المستفيدة اللي عاملها عن الاتحاد السعودي يعطيك ألف عافية الله يعطيك شكرا